سناء وحد الانسان اللي هي بحالي وبحالك بنت عائلة اللي قارية ووعية وباغينها باش انها توصل وشدين بيدها من الطفولة ديلها وهي متفوقة في القرية ديلها الى ان هذا غات يخرج عليها بعد المرات خاصنا نعرفو بللي انه ماشي ضروري يكون في حياتنا نقصنا الحنان او للحب باش اننا نمشو نقلبو عليه مع شخص وحد اخر ولا عن شي وحد اخر ولكن نقدروه نطحو في الفخن طيبوبة والمثالية ديل شخص نرجسي لهو والعائلته بامتياز سناء تبعت قلبها وخرجت على رأسها وحتى على عائلتها اللي مساكن ما عرفوش مين يشدوها هي اليوم كتبوح لنا بوحد 13 لسنة قبل كيفاش كانت ضحية الحب ديل الشخص المعتوه اللي كانت معاه ان اصح التعبير حكاية متفلتهاش لانها فعلا عبرة سلام سلام مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب اسلامي اللي كانت معا لكم تكونوا باخير امور كماني و احوالكم طيبة اذا كنت جديد على القناة سنقول لكم مرحبا بكم و اهل الدار الدار كيف العادة المؤنسة ديالكم عادت اليكم من جديد باش ونسكم اينما كنتم كنتو كتخيطو كنتو في الكوزينة ديالكم كنتو جين من الخدمة كنتو كتشربو شي قهيوة ديالكم فيما كنتو انا معاكم كنتو انسكم بالعبار فما تبخلوش ليه انكم تنضموا للقناة والعائلة ديالنا باش نولي واحد اخذي ما تعطلش عليكم اكثر ونقول لكم بسم الله يالله لنبدأ انا سنة الحمدلله سنعيش احد طفولة ليه يزوينا بزاف اللي فيها ما تحرمت من حتى شهره كنت عيش في واحد دار ليه كبيرة فيها جداتي و جدي و حماتي اللي كانوا معانا باقيين ممزوجين و انا و بابا و ماما و انا داك كنت بوحدي مازان مادت خويا صغير كان ساكن معانا واحد عمي وولاده و كانت مبيناتنا و احد محبة اللي سبحان الله كبيرة عكس دوك العائلات اللي كان سمعون ما بل عائلة ديال بابا هم امور اللي هم خايبين المهم عيشت حياة زوينة مالي ابل لحظات ليه ايجابية و ذكريات ديال الخير كانت عندي واحد عمتي اللي يطول في عمرها ما كانت تتحرمني من حتى شي حاجة و رغم انها قاسحة بمعنى صارمة في القرية ديالها و لكن حنينها بزاف بابا كان حنين حتى هو الدرجة انه اذا بكيت تيبكي معي و اخا تكون غالطة و يقدر انه يتناقش مع ماما غير حيتاش كالبلي الطلبات ديالي و كتقول لها ما تفشهاش اذا كنت تخرج عليها جدي كمثال كنت احس بلي انه كانت يفضلني على كل شي حيث كنت انا هي الكبيرة صراحة عشت طفولة زوينة ما بل عائلة ديالي اللي ما حرموني متاشي حاجة و اخا مكناش عائلتي لباس عليها ولكن عمر ما كانش خاصنا شي حاجة ولله الحمد من ناحية ديال القرية ديالي كنت قراية و ديما انا اللولا في المدراسة الدرج انه اذا جيت غير انا تانية تان بدا تنبكي و تان امرض و ما تنعش ماما اللي زرعت فيه ذاك الحب ديال القرية لانا ما شاء الله كانت قراية بابا كذلك فبقيت تنقرا حتى وصلت للتسعة و هنا بحيلة جاتني مراهقة لي شوية بزاف صعيبة و قلت حتى انا بغامشي مقدة مدراسة و نصيبة شعري علما ان انا مكنش كنت تسوق من قبل و كنت غير تنقرا حتى انا كل كتوبة ديالي بشهادة الاساتي دا ديالي و كانوا تحماقوا عليا و تقولوا بلي انا وذيك البنت رمكينش بحلاء المهم طلعت لسان كيام و كنت نعرف واحد الولد اللي كان حتى هو تقرى معي مزيان كانت يجيك يحفظ معي في الدار حيش كان والجيران و كابرين مع بعضياتنا و العائلة ديالنا كتعرف العائلة دياله يعني كابرين بحل الخوت المهم بحيلة كان بناتنا واحد الاحساس لي هو زوين و لكن بري ما فيه تشي حاجة خيبة عمرنا هضرنا في شي حاجة لي هي خيبة و لو قعت اصلا شي حاجة خيبة و وصلت لسيزيان قرأته و للحمد و انجحت فيه و في الصف ديالدك العام سيجي واحد الولد من اوروبا عند دار خالته و انا كنت مشيت عطلة انا و بابا و خالتيك كل صف رجعنا لقيته هو كاين و سيشوفني اول مرة وهذا دار خالته كانت يا جارتنا رجعنا و لقيته هو كاين و سيشوفني اول مرة في الحانوت حدا دارنا و سيتباني انا مرتحيت ليه مبغيتش اصلا ان اهضر معاها فامش اهضر معا بنت عمي و اعطاها النمرة ديالو و قال لي اعافك هذي اعطيها السنة مباشرة فجأت عندي بنت عمي غير اهضر معاها شو في شنو بغى مع العلم ان هو بنت عمي كتخاف عليها بزاف و خاية صغر مني مكتبغيش ولو شو كأنها تقسني لان وعشنا بحال خص مع بعضياتنا في دار وحدة علما انه قاعم ماتي تزوجو وبقات معانا غير واحد عمتي ببوحدة في الدار و جدا و جداتي مشو اسكنوا ببوحدهم و اهضر معاها و بقيت معاها على تواصل و كانت الساعة الصيف ديالو عام باش انا يقرأ الباكن كان والد عمتي الصغير يدور في الحومة حتى وصلوا لي الهضراب لانه رأسانة ووقفة مع شاب جاءت يجري للدار و قال لها العمتي و انا ذاك كان أخي صغر مني في عمره 9 سنين جاءت عمتي مسكنة كانت تجري عندي لديك الزنقاء حتى شافته هذا الشاب اللي تعرفت عليه كان جامل الخارج كيف و تلكم و لكن كان جايب معاه واحد قاورية باش انهم يديروا العقب مع بعضيتهم باش لما يرجعوا لأوروبا طيب لي هي الجنسية لانا و انا ذاك كانت عنده غير الاقامة ديال العام كان مشا مع ابا هو عنده خمس سنين لصفتاته الدولة على حساب البوست ديالو فادمعا هولادو لبينهم هادو ولدو المهم جاء لدار خالته هي فشفني في الحانوت وبقالاتقني عمتي فشجات و لقاتني معاه قال لها انا شوفي اراني ما كانت تفلاش عليها خالتي و اراني باغي على الحلال و هي غدي تقول لي هرها بقى كثقرة وبقى صغيرة على هذا الشيء كامل لا الله ما بغيت نتفلع عليها ولا نحبسها حتى على القرية ديالا سافي جاءنا للدار وبقيت كنادر مع عمتي وهو مشا رجع لأوروبا و رجع ديال غورية في حالها في شهرة سعود هذا الشيء غادي يكون في شهرة 12 اهو رجع و رجعنا كنت تلقاه بخبار عمتي انا عمتي كانت بالمرتبة التعوالي لي واحد النهار تلقيت معها في مدينة و كنت راجعين مع باضياتنا حتى يشوفني بابا كنت رجع من خدمة ديالا وهو صاحبه جاء بابا عندي و قال لي يا اركبي وصلني للدار و بدك يخاسم عليها ولكن ما قدر يقول للماما حتى شيء حاجة انا كنت بتعليهم و قلت لهم بأنني سأغير الخدمة عند دعمتي سؤولته ماما لماذا اجبتي معك سانا قال لي شفتها قنطات عند دعمتها و اجبتها ما قدرش يفتحني عند ماما الاب ديالي كان الصديق الوفي ديالي جادك الخليل ديالي تبعني وبخواقف كي يساينني في ان انا كنسكن و قال لي خرجي عندي قلت لي ما يمكنش حيتاش بابا كاين خليت بابا خرج و اماما مشات الحمام و انا نتلقى به جاء بابا حوثاني و غادي يشوفني وهنا اول مرة بابا غادي ضربني في حياته و حتى في حياتي لاخر فاش قلت لي اجدر لي يا بابا قل لي يا ضوي معاه قولي لي اللي بغيتي انا نجيل خطبك ولا اي حاجة قلتها في علا البابا اللي ما بغاش ورفض تماما هاد العرض انتي بقى مازالكات قراي و صغيرة و ما كي يزواج لي حتى شيء حاجة انا هبطت مشيت قلتها الماما اللي بحيلة صرفتها و حتى هي ارفداس و انتي تقرأ مزيان و احنا بغناك انا كي توصلي وتقرأ ما بغينا لازواج لاتها شيء حاجة صدمتهم في ذلك اللحظة مشيت عوتاني عن جداتي اللي قلت لها شنو كاين عيطت الماما و قلت لها السخط هاردة شوفوا بعد شنو كاين و ما طلبت مني انا نعيط لهذا الخليل ديالي باش انا تشوفوا سولة شنو كاينتا خدام انا ساكن في اوروبا و خدام هادي و هادي و هادي و هادي انا ندوي مع اببها حيث انا ما نقدر نقول لك حتى شيء حاجة باوقت كتقنع فيه ماما و جداتي بابا غي يهضر معاه و قال لي صافيا فلان اجي نتلقاو عندنا في الدار و نهضروا في اعلان جا فاش بدك يهضر معا بابا سولو على اسميه بباك و انا ذاك بباه كان مات الله يرحمه اللي كان معروف بالدين و الطيبوبة فقال لي بابا من انتا ولد فلان انا ما عندي ما نزيد كولان نقول بابا قل باللي انه صافي رغدي يكون بحل و بحل بباه تفقن على الخطوبة و مهضرت معا ماما دار خالتوا تقو الخبار و رفضوا رفد تام ما بغوش نهائيا اننا نجمعو قالوا لي را ذاك البنت ما تصلحش ليك و ركدير و كتفعل معا العلم انه ربي يشاهد عليها باناني في ذاك الوقت اللي تعرفت عليه ما كنت كان دير حتى شي حاجة معروفة ما مدرسة الدار و مدرسة و كان لبس عادي بحالي بحال قاع البنات حتى من وديديه و درجة ما انهم كانوا يخافوا عليها ما كانوا يخلوني حتى اناني اصلا نمشي عند ابنات صحاباتي كانوا يقولوا لي اللي بغاتك هي اللي تجي عندك الدار اما انتي باش تمشي الا نهائيا ما ماما فش سمعت هذا الشي مشات عند اخوالاته اللي كانوا جيرانا زعما النقاب والدين والصلاة والعبادة دات في ديها سكار و حليب و قلت لهم علش ما بغيتوش و علش تاكسو علش رفضتو ان ودختكم ادوج بنتي سانا لا لا فلانا هذا كغير براهوش و باقي صغير و ديك الساحت هو كان عنده غير شي تعتاشر سانا ما ماما مكانش عارفة بللي انه شحال هذي كان جايب ليهم كورية و كانوا قلسين عندهم بلا عقد بلا والو انتي كتقولي باللي انه متدينة و كتصلي و كتقرى القرآن و ما بغيتوش والدختك يتزوج بيا حيث كان دير واحد و زوجه ثلاثة فكيفاش دابانتي يمخليا و قبل انه يدخل عليكم واحد القورية و عطيهم بيت مجموعين بالعقد بالاوالو ماما ما كانت شعر في هذا الشيء فاجلت واحد ختم من اباة اللي كانت مزوجة بولد ديك خالته اللي ما بغيت نزوج به قلت لي ماما را جات و دخلت و بدأت تغوط و تقول هذا البروش مع شيء قورية و ماما خرجت و جات عندي كتسهولني و ما كان هنا فعلا شيء قورية اها ماما را كنزوج بيها و لكن ارجع في حاله و قال لي هالله يعون حيث نوع معي انا المعقول اهو اهدر مع خالتي و قال لي اهدري مع امها عيضات الماما و رغباتها بقينا على تواصل من يمشى في حاله و عاود ارجع في شهر واحد و هنا غاد ندير الخطوبة بالديجي و عرضت على صحابتي ديك الخطوبة و عمتي هم اللي غادي تكلفوا لي بها و شنو غادي يدير حدو شرالي الخاتم بألف درهم ما كنت طمعة فيه ولا فراق انا اصلا كنت مازال باقة بارئة و راكم عارفين حب المراهقة تيب اللي اخر هو وليدي اصلا ما قال لي لا جيب ولا فعل ولا ترك ولا احتشي هاجة بقى كان عقل انه الاغلبية ديال الناس ديال الحومة ما كانوا شبغين هاد الزواج تيدخلوا كالقوامات يقولوا لها علاش زوجتي سناء و يبقى صغيرة و شو ندير لها فلانة راهي اللي بغت ادوى كالجاو متاع ماما ذاك الدري اللي عودت لكم علي اللي كانت يجي تيقرأ معايا و كان ما بينتنا وحد الحب اللي هو بريء و طفولي فشعرفني بلي انا ذاكت خطبت جا عند ماما و بابا و قال لهم انا كنت نناوي انا نقرأ انا و نوصلوا و نجي نخطبها و انا صغير كان عندي هاد تفكير لدرجة ان هو وليدي براسهم كانوا باغينو لي لانه كان طيب المهم غير درنا ذاك الخطوبة مشاوحة و درجة لعندنا الدار و قلس عندنا ماما و بابا ما بغاوش و قالوا لي لا انتوما ما زال ما ديرنش العقل فلا يمكنش يقلس معانا ماما كتغوت عليه الا ما خصك الشبقة قالت معانا هو تيجي عندي كي يحرشني و انا كامشي كان غوت على ماما و بابا و كان دراسي باللي انا ما بغيتش ناكل و تشوفوني ذاك الحالة و تستسلموا بقيت كان بزز عليهم و كان ضغط عليهم لارا غادي قلس غير شي شوية لارا عائلة تدبز معهم و علاقة قبله و يصبره و هو غدي يقسم معانا أسبوع و يقوموا بنا و نار و يتعرضوا لي و أدخلتهم لي كان كبار منه و قالوا لي أجل الضار و أعطوا قتله العصا بدأوا يدابزوا و هو غدي يطلموا و غوتت عليهم و احد خاتلتهم لي كبير مبغاش و كان رافض تام فابقى كدوي فيها و ما خلّم أغلي علي و قالوا عندي و ادعو لدي واحد سحارة لي تتكون حدانا و قلس لأنه ماما انا هي ديرنش عارقة و قسم من بله لا انا لهم ولم يتكلمون عن العائلة لا تكون لدينا علاقة أو أن تعلم هذه الأشياء إنه لن يتعلم كاريا ولم تتبع المواضيع على هذا الشيء مع العلم أنه أرسلوا لك كي تتضج بها وخبرتها لم تتعلموا هذا الزواج وماذا على خدمته وماذا أبنتا أم كبرت ومثالت بلا رجل تعرفوا أن أبنتا من أكفئ تلاميذ في قراءتها وهي اللي بغته وهي اللي فرضت علينا هاد الزواج يعني علاج حنا اصلا غادي نوضو نسحروا ليه ما كانت شفاشه ولكن الخان سبق ليكم الاحداث دا كول دخالته لي جبد هاد الشي كامل دابرة الله يرحمه ومات بالسرطان مات مباشرة بعد ما اداني المهم مش هو الاوروبا وخالته كتا يتلمو وكتقول لها لا ما يتزوج بسناء وهذا كول دخالته اللي قلت ليكم مات حتى وتي قول يا را ما عنده ما يدير بها وراهم فاعلين نتركين مع العين هم اللي عارفين ذاك شديل تشعويد والسحر لانهم هم اللي تجروه وما عارف شنو شربوه ولو كلوه وما بقاش كيجي ولا كيسول فيها فماما بقوة التفكير مرضات انا ما بقاش كلمش للمدراسة وقالي نعود نرجع من بعد ارجح هو في حاله الاوروبا وقلس شوية وجاء عندنا مرة واحد اخرى وهنا بابا وماما مرة اخرى قالوا ليه ما تقدرش تبقى غالس عندنا في الدار انتو ما ما ديري الاوراق ولا احتوالوا اذا بغيتي بنتنا خصكم ضروري ادلوا العقد ديلكم واخا صافي انا بغيتها ودرنا على اساس انه العقد غادي نديرو في الصيف فاش تجيمو علما انه عنده زوج دي الخواتاتو في اوروبا واحدة كبيرة علي بعمين واحدة صغار منه المهم سوف نديرو العقد قبل ان اتجي امو حيث هو وليديا ما قدرش يصبرو على انه يبقى معنا برعنا العقد وكانت شبت بيب واحد طريقة اللي كانت غريبة لكن ما تتغروش جات امو واجبت لي شيء ثلاثة او اربعا دي الملابس الداخلية تخيلوا معي من غير هذا شيء ما جابوا لي حتى شيء حاجة جات ومشات قلسات كرات للمدة شهر في واحد الاقامة بحكم انها ما تقدرش تقلس مع اختها على وديتك شيء لطارك حيث لا تريديني رفضيني 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 فجأت ابنتها ومشيت انا قلس معهم اسبوع لان انا وصافي كنت دير العقد ديالي هو من ذلك النوع اللي كانت يقولين ما تلابسيش الجين ما تلابسيش فوق من الركبة وقال لي يديري الحجاب ودرتو وانا اصلا مكنش مقتنع به ومع العلم ان اخوتاتو كانوا يخرجوا باقل من ماما شورطات المهم فجأت امو ماما وابا عمتي عارضهم عندنا الدار وهذه الفيديها واحد الحلوات الصغار وصافي وهي فجأت دار نادلين حلوة كبيرة فيها خمسة ديال الطبقات وكبروا بهم لا هي ولا ابنتها وما خللوا مداروا على قبلهم هو قال ماما ما تدريش عفاك مع ماما بالفرنسي حيث اش ماما ما عزيش لا تدري بها حيث بساطة هي مقاريش ماما تقبلت ذلك الهضرة المهم هما جاءوا بحيلك يتنزع لنا وكيحسبوا رأسهم ما عارس اشكون هما مشاو قلت سمعه هنا يومين ورجع في حل الاوروبا سبق ماما اخوتو وانا رجعت لدارنا من مراهات بعتو تاصلته وبقيت على تواصل انا وياه على اساس انه غد يخدم وغد يمشي يسكن بوحده ويقادل الوراق ويجيبني عنده غد يدوز شهر وهاهو تمجيل مغرب تيجري مع العلم انه ما كان كيصف لي لا فلس ولا والو حدا بانا صافي راني والتي تمرتو على الدين ما ديالو الرجاع المغرب وقلت معانا شهر وما بدتك تغوت ولاش هاد الحالة خاصو يمشي يخدم ويجي الدكرة شجيرا القهروني بالحضية وبالهضرة بابا ديمتي يقول ليها واف لانا خليهم رابقين صغار تنفقى فيه فاشي يشوفني كم دا كم بكي المهم مشاع وثاني ما كاملاش جوز شمانات وهاهو رجاع وانا ذاك انا كان عاجبني الحال ممسوقاش وما زال ما فاهماش الحياة قلت شهر ونصف والجيران تهدرون كيفاش هما تزوجه وانا ستبقى يجال تفضارهم وانا يمشي يزوج سمانات ويعود يرجع فين هي هذه الخدمة؟ ممكة تغوت هذا الشراء لا يمكنش وهو هم ذاك النوع اللي كلمته هي اللي خصها تكون وتحكم فيها وانا كنت باقة تنمشي هانا ذاك المدرسة حيث الشرطت عليه ماما باش نكمل قرائتي ودك ساعة كنت وصلت للباك هو غادي قولي يحبسي القرايا انا ما كنش كنزيد معا الهضرة كنت كنخاف منه اللي قال ينديرها كنديرها خصوصا في الجانب الديني مع العلم انه ممتدين من حتى شي حاجة وكان مبالي بلحشيش لواحد درجة اللي ما كتتصورش والشي ما كانوش عارفي انه دارنا حتى المنباد درجة اذا ما كانش انا ما عديش الحق انا ينتخر لا الحانوت ولا نخرج مع ماما ولا ما عمتي ولا حتى مع بابا كنت محبوسة في الدار امنين يمشي وانا سدع لي حتى يجي حبي المدرسة فاشقال لي احبسي القرايا قلتها لدارنا بغاوي تستا ومساكن عمتي جات تفيقني واحد الصباح قلت ليها لا ما غاديش نمشي لا نوضي بغا تستا قلت لها لا راني ما غاديش نمشي اراك غادي تخرجي على راسك سناء انا ما غاديش نمشي قلت عند ماما في قطع قلت لها نوضي راسك ما بغاش تمشي المدرسة ماما طلعت كتجري كتفيقني وهنا اول مرة غادي ندير هالتصرف اللي غادي نقول لكم ماما مسكينا خرجت في ماما عيني ودرت لها واحد الحركة على قبله ما زوناش فاش كانت تفكر هذه اللقطة صراحة كتشدني البكية والرعدة لانه عمرني في حياتي وصلت بي الدرجة ندير مع ماما بحلاكة باش انا نحبس شي موضوع انها ماما الاصل دي لها الصعيبة وكنت كنت تفكرت لها ما حال هذه من قبل كانت تضربني فاش صعبت اشنو درت ديك ساعة تبعتها كنت طلب منها سماحة قلت لها سيري المدرسة الله يرضي عليك ارفض اول مرة تخيلوا معي سنشوف ماما ديك القوية الشديدة طيحة على وقفتها وكتبك وكترفختها قلت لها سيري المدرسة سهنا يا قلت بغتي تزوجي زوجناك يا قلت بغتي يجي قلت معك يا قلت بغتي تزوجي يا قلت بغتي تزوجي ماما مصرر ان اكمل القرائلة لان انا كنت متفاوقة جدا قلت لها سافي انا سوف ادوى معاه ولكن فاش هو يجي انتو مكبروا به وما تدروش معاه وتعاتبوه لانت قلت معاه او اللخص تخدم قلت لها سافي واخا غير كذا كنت تكمل قرائتك احنا قابل على هذه الشروط قلت لها سافي مزيان او انا ذاك انا صغيرة تلعب لي بدل ما اغي تقول لي ارى ماما تقول لي اخاوة تخدم وتخلي البنت تقرأ و انا ده بره خاصني امشي انا غير تقول لي اذهب ان امشي بحالة كيف يصرف اقني وكان امشي عند ماما كان غوط عليها علش هادرتي معها من جديد وكانت يقول ماما وخه وكانت يجي لعندي مجيهة اخرى وكانت يحرشني وكانت يجي بليه كلم بقلوب بقاءت الامر سوف يبهت طريقة حتى اخرج من مدرسة في خطرة واحدة لم اذهبت لك ولم اذهبت لك مع العلم انا كنت اذهبت لك في مدرسة الاساساتي كلهم تصدموا وكانت ساكن حدانة وكانت اخبره والدي حتى يطلبني وكانت يقول لي يا ابنتي ركب من الاوائل وكانت اخبره لهم وانا قام في هذا العالم وكانت عندي كلمته كيف السيف خاصة غير تنفد لكن هو كان بغي لي الخير وكانت يبغيني فعلا لم يكن يحبني مع العلم انه هو حبث القرية من التاسعة وكانت يقول لي انا رقاري وما كانت يقول لي هو غير حافظ الفرنسي ديال الاوروبا اما هو رمقاريش وما عارش كسب حتى تجملا موفيدة بالفرنسية قلت لي ماما هو مقاريش وانتي ما بغيكش تقرعي ولكن انا لا يسمح لي لا حياتي لما تنادي حبث القرية وكانت راسي باللي اناني حاملة هذا الوقت درنا تصدمه حيث بقى قلت معاهم وما زال ما مشيت لدار راجلي وهو غرجي وقلت معانا انا بحيلا جاني له حمالي وقلت لهم انه نكحل عيونه وهو يبقى قلت معايا غيرتي يقول لي غادي يمشي تمدكا نغوز وكانبقا نبكا نضرب راسي وهو بحيلا تلعب لي على هذه النقطة وهو فاش يجي المغريب يبقى عطا غير الحشيش عزكم الله والدوران وما كينا حتى شي حاجة مفيدة وقلت حاملة وهو ادعيني وجايبني انقاد لك الوراق وقلت لك عمتي مسكينا عيات تساينه انه يدفع لي وعيات انها تقلب على شي طريقة باش انا نمشي نولد تماما والهضرة من عند الجيران غدا وكاد جاهد وهي حاملة وما زال بقى في دارهم لقيت اللي حملت فيها باربع شهور ودخلتني محملني شغيجيه سرطان ومن كذا بشاركهم ما خلت ماما مدعت فيه حيث هو اللي كان السبب دي المشاكل اللي كانوا بزاف شوفوا القدرة الالهية يمهل ولا يهمل ربيو كيفاش انتقم لي حيش لا انا لا دارنا ناس اللي هما مسالمين وعمرنا ما ادينا شي حد المهم بقى معي حتى الشهر ستة وغادي يدبز مع عمي حيش عمي قال لي السيدة باللي انا حاملة وانتا شهورة هذي وقال سهنا لا شغلة مشغالة خصك ضروري در حياتك وتمشي تقدل امور ديارك واشحنا زوجنا باش تبقى انتويا هنا تناقش هو عمي عمي مشى عند البوليس يشكي به وكان ما خصوش يفوت ست شهور في المغرب ويعود ويدخل فكان ديك سعفتها بزوج السيمانات هذه اللحظة عمتي قطعت لي بيدي الطيارة واناو يرجع في حاله واناو مفرسكم شو غادي نزيد نصدمكم باللي انا وضارنا وهم ملي كانوا ديمة يقطعون لي فش عمتي قطعت لي مشى واناو داك كنت انا في شهر السادس حتى انا كنت بغيت ويمشي لاناو كان خاص اني نجي لعنده فقط معه مع السادية الصباح سمعوه مزيان ومشيت اناو عمتي لدات المطار وهنا كنت اناو عيط لي ووالو كان عيط لخواتاتو واش وصل الفلان احنا ما عرفناش والطيارة الالية المفروض انها تكون دابرة وصلت وهو لاحس لاتشي حاجة عيط ما نبكي وعيط ما انتنا انه شخص يدويليها نبنى عيطنا الواحد صاحبو الروح بالروح اللي كي يسكن في المغرب حدانا واش عيط لك فلان لا وشنو هد الفعيدة اللي تي يديرلك وعافك باللي انت حاملة و باللي انك امرتو وخصو يدويلك انت اول وحدة نبنى مع اختي الكبيرة اللي قلت لي اسمية سانة لا تفقصي شراسك ركي حاملة خلي دابة عيط من عنده وطيارته زائده انره بطاز راني سولت في المطار انا اتخلعت عليه هيك مطرات ليشي حاجة ممشيتش لدارنا انا وعمتي اللي شافت سمسكينا معي الويل حتى الثلاثة ديال الليل وهت جانا ذاك وقع في 2011 انا ذاك كنا قيلنا في البيرو ديال عمتي حيش كنا عندها التليفون اللي بيه نقدره انا ذاك ندويه الخارج بارياحية ماشي بحل بطابلت المهم دخولنا وانا غير تنبكي ومنعش تنقول الصباح غدا يعيط اليوم غدا يعيط الصباح كان عيط الخطو ناحسة ما كانت جوش حتفقت مع زوج ديالنهار عاد كتقول لي ياه لا رمعيتش فلان حتى الليل ودويت الخطو الاخرى اللي قلت لي را عيط لي وثولتو فينك ما اخطأتي الحس وراه مرتك تتسول فيك غادي يجاوبني باللي ماشي سوق كنتي حتى لده بعد عرفتي مرتك سبني وقطع عليها انا بغيت كنسولها وشو بالصح عيط ليك انا كنت بغى غير نعرف وشو الاباس احتشي حاجة وحد اخرى بغيت كتحلف لي حتي هي الوحيدة اللي كانت كتدوي معي وكتجاوبني وكتعدني وقت اما امه اخته الاخرى الصغيرة كانوا معدبيني في حياتي كتقول لي اخطو الكبيرة لا تفقصي راس كسانة ركيح حاملة راولا حتى عيط ليها من انا عيط الممو وقلت لي اخطو الكبيرة فلانا قلت لي الا واقي لها غير حيث انت حاملة وما بخذتك تبقى تبكي هذا الشيء باش قلت لك ذلك الهضرة اما واقي لها قاعد مدواليها ديب انت يا ام ومرت بلدك حاملة بحفيدك لا تخافيش حاليا تبقى تبكي هذا فرضا انه بالصح كذبت عليها باش انها تبرد عليها لماذا انتي تجي تكذبيها وغادي تهونيني فاشقلتها الماما قلت لي هادو بغيني يفقصوك ويطيحوك اللي في كرشك لا تبكي ما تصدمي اراتي يدوي مع امو اخوتو وراني يقرس مع راجلك وهندزته مزيان انا عارفة بلي انا هو اللي يقطع عليك التليفون المهم انا بقي تعطيها لبك كل ما انا شرب وانا حاملة اواجه رمضان وحبتي مسكينة حاليا نص ديارة غير بالفقصة دياري تشوفني في ذلك الحالة اما ماما ضعفت الدرجة انه من كده وثمانين ووصلت الستين اللي شفه كيت تخرع اما بابا مسكين توطع في الفراش مرض ما كيت تحرك مرضو حيزة شوالو يشوفني في ذلك الحالة عيت من عيط المخوتو او ماتي اكدريب لي انا وفلان لدينا اللي شرع وهذه قاوة التي متحرك ويجاعة لتحرك بسيطة ويجعلت القدم ويجعلت تطويرها لذلك الطوارة صغيرة أتيت تعود لها كل شي وكي تصوروا معها وكي تحركوا عليها مرت خويا انا كنت ارى هذا المرض وكان نموت ربي معهم اكيد كيفية قلزة معكم في الدار لا ارى صحبتنا ما يمكنه نقطعه معاه طوالتي صعبتنا و أبقيت في قوصة نهار و ليل و لم أعرف ماذا يطار إليه أبدا كنت أدعي و أطلب الله إذا سيد شر لي يا سيد يا ربي سأعيده على أن يرى نعيذ و لم أكن لدي أمام الجامعة فقط لكي أسبرني بشوية الكلام المولانا قلت أسمعها بنتي و كنت أطار لي شيئا كنت أتعرفها لا تبكي لا تخافي و الذي فيها الخير سيطار لك مولانا غير سير يرتاحي و مدة طويلة حتى قبل أن نولد لم أكن بعد الشرق ملعا و هي المعلومات التي تختارها قلت بي أخوة وصلتوا على المقرم و علاقتي يتصفي لو أن ابن بأني و كنت أتعرف من أمو أنت تتعرضتم من أتعرفتهم بالنسبة لمواجهة و دارت البنتها العقد و ليس لديه السياسة و يتم وعلينا و يتوقعوا كيف بقيت و للدنا مزيبين مزيبين وترجعت الأوروبا و فعلت نزوجات كان أنا أجل المواجهة و تمام من و لكنها ووالدها لم أعرف أين كين ليس ساحيل سمعها ابنتي سنة رابغوا يفقصك ويقتلك أنا تنشوف ذاك شو تنقول صافي ضيع تحياتهم مستقبالي وعائلتي مرضات وجدي وجداتي وقت ما جاوك يقرأ عليهم ساكن غير القرآن بقيت بحلاكك تر واحد نهار جاني لوجع وغادي نولد غادي نصفت ميساج لخطو الكبير وقيت لابلي أنه راني ولد لغد لي هو الصباح غادي نصفت لي ميساج وعائلتي ميساج لخطو الكبير وقيت فيها وصفت لي على أساس أنه هو وعندما كنت بقى مزار الصباح فشو وصفت لي سأقول لها شوف عائلت لي باش نعرف بلينتا عائلت لي واش عاف شوف واش سمعت صوت ديالو بحيلة كنت عايشة وسط الضلام و الدنيا بدت كتب لي بايضا فين كنتي وعلا جدرت لي بحلاك كافلان لا انتي حاملة وكان خاصني أنا نصفت لك الفلوس وانا ما عنديش وفين كنتي كنت مع أصحابي في دارهم اذا رجعت لداركم عاد رجعت هات الصباح وعندما تعرفوا نام كاللخة احتيقته قد كنظرانا وياه وتاصيلته مدوى وشلي غير صفت لي ميساج باركوليا وصافي اما ذلك القورية لا تحييش من عندهم من الدار ويضعوا تصويرها ويكتبوا عليها ودار خالته يعلقوا على أساس بل أنها امرتهم ما يومو ستصفت لي و ستقول لي ما لمك ما عطت لي تباركوليا ماذا كنت أختي خصويعية الاخر انا من الجانب سأسمح لي بحيلة ما تراوالو قال لي سأأتي في شهر فلاني و ستصفت لي 5000 درهم هذه باش نديره السبوع خبيتها وبابا دار لي السبوع تكلف لي بكل شيء ها هو في شهر انا ذاك في 2012 شف ولده و اول مرة سيشده ودار نحفلة كبيرة دار 5000 درهم بحيلة صغيرة انا وولدي حيث اشدارنا داروا نحفلة كبيرة و داروا لي فيها العمارية حيث مدرت لاعرف ثلاثة شيء سأقلت معي ثلاثة سمانات ومشاعدتني قطع التليفون حدو عيط الخطو مدووش معي شهر عاد عيط وصفت لي 3000 درهم لماذا لم تدووش لي حيث لا يوجد حيث لا يوجد صرفي وهذه مرة اخرى دووزتها لي وكل مرة كان يدوي لي يدبز معي فيها تيسبني ويقطع لي بدون سبب تخيلوا حتى سيقطع لي ثلاثة سبعة شهور بقيت صابرة حتى عودة دولية وقال لي انا سأأتي ماذا سأأتي؟ في الصيف ولم يجعش خطع الهضرة حتى العام جديد وقال لي سأذهب ونقرره مشدني الوحدة في واحدة المدينة لزوفري أعزاكم الله لا يقلش فيها لا فراش لاوالو وخانزة وانا ذاك ولدنا عنده عام وست شهور ولا يمكن قاعها عامين والله ما عقلت جوالي دي سرونني في دار ولم تتشتغلوا ورخوا لهم وقالنا والتواني بدأت معي من الشهر الرابع حتى الشهر تمني في نفس العام وقال لي گذرا معي ومعنى المشكلة وقدمت بالصفة في 2015 قلت لهم لأني اقتربا سأعطينا الوحدة المدينة أنا أولاد العائلة كانت شخصة لمشي فيها أتحدث أخي مدين حسطه قولي مرثة وقارة أصابة كحلة عائلة تخرج وانا كمقا مع غير التليفون ما تخرجي ما تفعلي ما تديري بقيت كالتا وهذا التليفون تدوي معاه وهذا التليفون وديري غير الخطر حيث خايفة لي عاوداتا اني نضي قطعي حيث كان كان يدابز معايا وكي يسد عليها بشهر شهرين ولا حتى تلتشهر ولا اكثر واذا عايت له ما يجاوبني ولا يقطع عليها ببساطة هاد الوقت كله عمرني انا ما قطعت سلاديي وديما كانت طلب الله يديري شي ساولدي الخير قلتها في الدار وخقط عليها وما كان يقول لي يلا تخرجي لا ما لا نستطيع نعصي مولانا وهو قال لي ما تخرجيش وانا ما نستطيع نديري شيئا موراه حيث سهل عليها معاه انا بحيلة تبدلت صافي وخيخت منه قلت لي ذلك سنة لك تعرف رمي ما هي هذه عفاك تلقني تصدم مفهمش ماذا تبلغ بقيت كي تغوت لما تلقك وانا تنبغيك وانا هادئ قلت لي قلت لي سنة ان تلقوا ارجعتك تدوي معايا ولكن ما شدك من القديمة والاسم بدلة والسواب يا للا ما فهمت شنو جاها قلت لي صافي انا غادي نعطيك فورصة اخرى اذا كنت يناوي تبدل وتخدم وتصيب لي الوراق انا وولدك نجيو نعيشو كعائلة مرحبا نزيدكم باللي انا امو كانت عندها دار ضخمة اما وكان بإمكانها ان ادرينا الاقامة على حسابها وهو يدفع الشوماج ويجيبني انا وولده ولكن هي ماذا تشاهد ما بغاتش خافت لانا ننجي ونبقى قلسة لهات امه وتصرف علينا واللي ما عارفه شي يبلي انا وانا نرى قدر ان نجي ونخدم عليهم كاملين وكنت ورغم ذاك الشي كله كان عملها مزيان رغم ذاك الشر دياله كنت ديما تنعيط له غير ماما وانا نتعلم لا تقول لي وانا نتعلم لي كنت نحاول انني لم تتعلم عليها وقدت لأي انا وصافة انا لم تقلس في الدار انا بغيت نخرج ندير شي حاجه وانا ديك ساعة كان دار خمس سنين سأدخل لك خيش وانا انا قرأت احد المهنة او شعبة وانا ديك ساعة ساعة اصفت لي في السكن والفلوس كل شهر وانا اصفت لي المتريال باك انا اتقرأي ذاك الشي اللي اختارتي في 2015 تقيت في ذاك المدرسة وانا دخلت داخل سقراسي وانا انا بزوجة كل شيء موقعني وعيش حياتي طبيعية هو في مكان تيدوليا تنقل لي غير تلقني وبحيله هرب لي من خاطره وهنا ستبتل بصفة نهائية لم تتعرفوش ولم تبقى حتى شي حاجه توحي باللي انا و هذا الشخص ستبقي شي حاجه خيبة بقينا كان دوي عوتاني حتى الصف دي 2016 سيقطع لي عوتاني وانا مدرت لي حتى شي حاجه صافي من ثم دوت الممو و قلت لها قولي لولدك يطلقني و لا رجوع و هذا الكلمة لو هذي و رامع صف حياتي لا يمكنك ان يجيبكم لا قسمة على الارض انا و سنتطلق من ولدك و حياتي بطبيعة الحالة القصة فيها مرحلة ثانية مضطرة انني حبسها اليوم هنا حتى الغضاء لكن هذا لا يعني انني لم اقرأ تعليقكم من التحث بالعكس اعفكم قلوا لي ما كانت توقعوا وش سناء قوية او لا سناء لغادي تطحف الفخ او لا سناء في نهاية غير متوقعة انا ما غريش نعطيكم حتى شي دليل على النوع حتى نرى توقعاتكم على حساب ما سمعتو من بداية القصة وش نبال يكون في الشخصية دليل هذه السنة فخلينا نضرب لكم موعد غدا في نفس الوقتة وما تخليوش هذه الحكاية يبقى عندكم شاركو مع القريب والبعيد ومن اينما كتسمعوا لي كان باتلكم احار تحية ديولي وسلام سلام